تحية النضال والصمود بسكنة مدينة العرائشة المماغلة الأمية التي عودتنا بمواقفها البطولية الرجولية في هذه المواقف اليوم الشارع العرائشي كغيره من الشوارع العربية والإسلامية يقول وبقوة وغضب لا لقرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها نحن نقول وبقوة وبما تبقلنا من كرامة الكرامة التي دنستها الأنظمة العربية نقول القدس خط أحمر والقضية الفلسطينية خضيتنا وهذا ليس من باب العاطفة بقدر ما هو من باب المطالبة بإحقاق الحق وإعادة الأرض لأصحاب الشرعيين الحقيقيين نقول نحن لا نعترف بدولة اسمها إسرائيل عسانا نعترف بقدس عاصمة لها وندين بقوة القرار الأممي الذي اعترف بفلسطين كدولة دولة ليست لها حدود هل يعقل أن يتم الاعتراف أممياً بدولة لم يتم ترسيم حدودها بعد نحن نقول اليوم وندين الأنظمة العربية أيضاً ونطالبها بتوحيد الصفر وباتخاذ مواقف موحدة واحدة منظمة تقول بكلمة واحدة لا نقبل إلا بالقطع عاصمةً أبديةً للدولة الفلسطينية أهد الله لن نخل آهد الله لن نخل فالسطين في الحيون فالسطين في الحيون أهد الله لن نخل ترامب هذا ليس بجديد الجديد فيه أنه منتقل من مستوى المسور الى مستوى المكشور من مستوى الحكم الى مستوى الخصم في الولايات المتحدة الامريكية بقرار ترامب هذا اعلنت انها خصما مباشرا وبدون لف ولا دوران للقضية